شهد مدينة تعز هدوء نسب الآن كانت قد شهدت بعض المواجهات يقولون إن ما تم تسليمه من مؤسسات للدولة في تعز هي هيكل مبان خاوية تقول إحدى الروايات أنه تم نهبها وروايات تقول أنه تم تدميرها ونهبها من قبل الميليشيا الحوثية أثناء المواجهات وتقول وجهة نظر أخرى أن الدولة تمضي في طريقها الصحيح في تعز وأن تفعيل حضورها في المناطق الشرقية من المدينة لتقل أهمية عن تحرير المدينة وأن المقر الحكومية تم تسليمها رسميا للدولة بحضور وفد رئاسي برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان صالح الزنداني تعددت الروايات في تعز لكنها في المجمل روايات تؤكد حضور الدولة في المناطق المحررة في خطوة مهمة تنتظرها تعز منذ فترة وهي المدينة التي دفع التكاليف بشرية ومادية ضخمة لأجل الدفاع عن الدولة ومقاومة الانقلاب بحسب متابعين فإن نجاح عملية تسليم المقرات الحكومية في تعز وسيطرة الدولة على مؤسساتها نقلة نوعية في طبيعة المعركة لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة خصوصا بعد استلام القوات الخاصة والشرطة العسكرية مقر المؤسسات الحكومية في المربع الشرقي نائب رئيس هيئة الأركان أدلى بتصريح بعد وصوله إلى تعز قائلا إن الاتفاق الأخير بين أبناء تعز كان انتصارا للحكمة والحوار والصمود والمدنية ونحن سعداء أننا اليوم في تعز وقد أتينا اليوم إليكم بتكليف من رئيس الجمهورية يقول مراقبون إن خطة تسليم مؤسسات الدولة وسط وشمال وغرب مدينة تعز تقتضي تسليمها في المرحلة الثانية وستشمل المعهد التقني الصناعي ومعهد تعز للعلوم الصحية ومركز 14 أكتوبر الصحي كما ستشمل المقر نقابة الأطباء والصيادلة والمعهد الوطني ومعهد المعلمين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحكمة الأموال العامة وبنك التسليف التعاوني الزراعي والعديد من المؤسسات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر